قد القالعي صاحبي من زمان وبيفكرني بحاجات مش فكراها قال إحنا كنا مع بعض في حفلة بنعمل إيه؟ شوفتي بقى إيه بقى؟ حفلة كنا في سمراميس في حفلة في جريدة جورنان بتاع عماد أديب وعمل حفلة وبيوزع عام اليوم بيوزع جواز في السنة السنة على الفنانين الأدباء والفنانين وهكذا فقلت إيدي بص يا ماجد اتقدم معي الحفلة قلت إيك هادم اعمل إيه؟ قلت إيه بص هعمل لك آيتم كده زريف هادكوا بايت ميا اعمل جارسون واسئيني من ميا وأنا بقدم وقول لي أمبو قلت إيه الخيال ده أولا قلت إيك حاضر وأنا بقى هاستخدمك أثناء وأنا بقدم الجواز الفنان اللي طالع هقول له لا مش أنت ده فيه واحد يقوله أنه هو أنت قلت إيك ماشي عملت القصة دي ناس مش فاهمة قلت لسه مش معروف بقى لطلعت في تلفزيونات ورغي فالمهمة شارفت كلمية قلت له فيه إيه إيه ومم خلصنا جاء مفيد فوزي طالع ياخد جايزة بتاعته أنت بتقدمي أستاذ مفيد فوزي جايزة أحسن إعلامي ما عمشي فطلع الراجل بمنتهى البراءة ياخد الجايزة بتاعته فخاد الجايزة فوقت له استان قلت لك في إيه؟ قلت له لا فيه واحد تاني بيقوله أنه هو مفيد فوزي ماشي أنت قالت كيف هذا؟ إزاي؟ قلت له أيوه هو تعالى قمتها داخل وأنا لابس بقى نظارة شمس بالليل ودخلت وقلت له أنا مفيد فوزي من أنت؟ فقال لي بصيلي كده ما استغرب وقام بصص في الشهادة ومش عايز يكلمني قلت له أستاذ مفيد هات عشلالك وانت ماشي عدي هالك قلت له هات عاد ده أنا آه أنت قلت له هات هات أو أنت مش بس كلمه وكلمه آه فخدت الجهادة منه وخلتيني إيه أواقهه فقلت له عادة أمشي بقى هو وفدنا ماشيين غيرت ما وصلنا للسطارة الزنة في السطارة هو سكرة يعني بس مستغرب فبيقوله كش مطاكل زي كويس أنه مضربنيش قلت له أنه أنت مفيد فوزي أنت غلطان أنا مفيد فوزي هل أنت محاورا أم محاورا أم محاورا قال لي والهدوء بقى كان لابس نظارة غمق فبص في نني عيني وأنا لابس نظارة الشمس جاء في نني عيني إزاي قال لي أنا نسمة طرية في ساعة عصرية قلت له بمعنى بمعنى قال لي شوف أنا مفيد فوزي أنت لمين أطروا بصراحة أنا اللي أستحق الجايزة قال لي نعم اتفضل لا والله صدق أن أنا مش فاكة يا رجل دي نيلة الزاكرة بتاعتي ضاعت خلق لا ولا الفخراني بقى لما طلع يأخذ جايزة وبيح الفخراني طب الله ناس روحها طيبة جدا سكرة لا مهم بقى كل ده بيحصل كان أستاذ أنيوس منصول يا الحمو قاعد تحت في الصالة دي حكوا جايب لشبر ده نفسي مرميز بيضحك مش مزدق نفسه فجاء الفخراني بقى ففخراني دخل فبتقولي له يا يحيا أنت مش يحيا أنا شكة فيك أصلا وانت بديله الجايز قال لك يعني ايه مش فاهم أستاذ يحيا الفخراني بقى بيقولي في الإير بيس أنه هو طالع دلوقتي في الأسانصير أنا يا جماعة في ايه فقمت داخل فقال لك ايه دماء فيه ايه كلامه انت قلت له كلامه عايزة عرف مين فيك ويحيا عايزة عرف موقعتية عايزة عرف مين فيك ويحيا كان في اللوف الزريفة فقلت له أنا يحيا الفخراني لماذا يا جماعة اتأخرت في الأسانصير عشر دقائق يوم واحد ياخد الجايز فداحة جدا وقال لي خلاص انت تاخد الجايزة أنا مش عايز حاجة قلت انت هتجابي علي يا ابن البدري جاي قلت لهم اه 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 اه